طيب بالنسبة ليه مواجهة الاهلي مع امبي وهي المواجهة اللي اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري اللي كرة القدم انها ستكون بقيادة الحكم محمد عادل يعني براد بكرة او النهار ده بقى اللي احنا بنتكلم فيها خلاص هيبقى متواجد فيها الكابتن محمد عادل ماتش بيرامدز والنجوم هيكون بحكام مصريين بعد تأكد وضبط النجوم وحاسم بيرامدز تقريبا للمركز الثالث امبي بيضم اتنين وعشرين لعب في مواجهته لنادي الاهلي في الوقت اللي فيه بيحذر مارتن لسارتي لعب النادي الاهلي من التهاون في التدريبات وتحديدا كان بيتكلم مع رمضان صبحي وكان بيتكلم انه يعني لازم يبقى اللعيبة مركزة اوي فيه التمرين ولازم اللعيبة تبقى يعني كل حاجة في الفترة دي فيها نسبة تركيز عالية زي ما كان الكابتن يوسف بيتكلم فيه الجزئية دي طيب الاهلي استبعد اجيه ولطفي من قائمة نطش امبي وبيضم هشام والقائمة كالتالي اللي فيها عشرين لعب شريف اكرامي ومحمد الشناوي واحمد طارق سليمان يتواجد لاول مرة فيه هذه القائمة خط الدفاع فيه محمد هاني وعلي معلول واحمد فتحي وايمن اشرف رامي ربيع ياسر ابراهيم خط الوسط حمدي فتحي السلية وحسام عشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات جيرالدو هشام محمد ووليد ازارو مروام محسن اشاي خرج من القائمة وعلي لطفي هو الاخر بسبب الاصابة في الوقت اللي دخل فيها هشام محمد الاهلي بيدخل معسكر مغلق استعدادا طبعا لامبي وفيه تطورات جديدة فيما يتعلق بتأهيل ندفد وسعد وموعد رجوعهم من المانيا ان شاء الله بإذن الله الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال انه كريم ندفد وسعد سمير اللي اتنين بيقدوا برنامج المحدد لهم من قبل الطبيب الالماني وقال ان الثنائي عملوا برنامج مطول على مرحلتين تحت اشرافه وقال انهم هيرجعوا يروحوا المانيا مرة تانية عقب ناية المرحلة الحالية للخضوع لفحوصات اخرى وتحديد المرحلة الاخيرة من التأهيل في الوقت اللي فيه احمد الشيخ بيشتكي من الام في منطقة الظهر ابعادته عن المشاركة في التدريبات الاهلي كمان بيعلن جهازات عمر جمال للمباريات بعد مواجهة امبي يلا عمر شد حيلك الفترة دي فترة مهمة جدا بالنسبة للنادي الاهلي ما اعتقدش انه ممكن نشوف عمر جمال المسم ده ولكن ممكن يظهر مع بداية المسم الجاي ان شاء الله بإذن الله عمر من المهاجمين اللي دايما ما بغيرش وجهة نظري فيهم مهاجم محترم مهاجم جامد ولكن ظروف الاصابات اللي اللحقت بيه في الفترة الاخيرة وتجربة الاحتراف اللي لم تكن موفقة على الاطلاق اعطلته الى حد جديد